أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وزيما ذكرنا قبل الفاصل أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف دول الاحتياجات الخاصة كان سبب في أنه يكون محور اهتمام العديد من المصريين والعديد من الدول العربية النموذج اللي متواجد معنا النهاردة هو الأستاذ خالد صديق زيما ذكرت قبل الفاصل صاحب كتاب التأهيل المهني من المنظور الأكاديمي والتطبيق العملي أستاذ خالد أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا الحمد لله حابين لحنا في الأول نتعرف كده على حضرتك وعلى ليه اختارت تحديدا مجال دول الاحتياجات الخاصة علشان تبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولا اسمي خالد صديق أمر الله من المنصورة وحاليا مدير مركز عالمي في المملكة العربية السعودية خاص بتأهيل وتدريب وتوظيف الأولاد زوال أعاق والحمد لله إحنا بدأنا في المجال ده من فترة كبيرة ونجحنا في تأهيلهم وتوظيفهم في سوق العمل كمان تمام وأنا نفس أطبق المفهوم ده عندنا في مصر هو موجود بس مش بالشكل لنا يعني لنا المطلوب زي في الدول العربية الأخرى خلينا نقول أن الأول ابتدت بمبادرة إعاقة بلا بطالة صحيح كده؟ وبعدها تحولت للكتاب اللي احنا شكرا هي العكس الكتاب بعدها تحولت لمبادرة عايزين نعرف تفاصيل طبعا في مشكلة بحسية وجهتني أثناء فترة التدريب أن ما فيش كتب متخصصة للتأهيل المهني لذوي الإعاقة على مستوى الوطن العرب وبداعا عليه وبحكم الخبرة وبحكم الشيكل والمحاولة والخطأ والصواب قدرت بفضل الله أن أنا أعمل حقيبة تدريبية متخصصة لأولاد ذوي الإعاقة من الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والدون والتواحد علاوة على كده الحقيبة دي مقرونة باستمارات للتقييم المبدئي مقرونة باستمارات خاصة بتحديد الميول المهنية والموضوع ده ما كانش موجود قوي في مجال التأهيل المهني ومن خلال الحقيبة دي أنا أعدت حقائب دلوقتي وأصدرت أول كتاب وفيه كتاب تاني بالعلاق بالفن مع دكتورة مبدعة في كلية تربية جامعة إسكندرية دكتورة شهود الجلاب وإن شاء الله هنعدت الحقائب دي وهنقرضها في المبادرة يعني أستاذ خليط خلينا نقول إن إحنا دلوقتي الكتاب اللي بين إيدينا ده بنقدر من خلاله من خلال الحقيبة التدريبية إن إحنا نحول ذوي الإعاقة لإن هما يقدروا يكون قيمة مضافة للمجتمع تمام يقدروا نقدر إن إحنا نشغلهم طب عايزين نعرف كده بسرعة ده بيتم إزاي بيتم بخلال المبادرة دي دي اسمها مبادرة إعاقة باللبطان إن شاء الله بنحاول ننفذها في مصر المبادرة دي قيمة على ثلاث نحاول المحور الأول هو إعداد أكبر قدر من أخصائي التأهيل المهني لإن كل المشكلة اللي بتواجهنا فندم إن المعظم الخرجين بيبقوا دايماً خرجين كلية تدريبات خاصة وكلية علوم الإعاقة بس مش فنيين مصطناعية بمفهومنا يعني فبنحنا المشكلة دي بتعملها كناس متخصصين ومديرين للمواقع بنجيب واحد فني بنحطه جنب الأخصائي وكل واحد بيبلى بقى حسب المجهود بتاعه مع الإبن لكن إحنا إن شاء الله من بعد بكالوريوس سواء التربية الخاصة أو علوم الإعاقة بنقترح اللي إحنا أول حاجة نعمل ست شهور يخرج من خلالها الأخصائي أخصائي تأهيل مهنة تاني حاجة تدريب وتأهيل وتوظيف أكبر قدر من أولادنا من ذوي الإعاقة في الشركات القطاع الخاصة يعني خلينا نقول إن أول حاجة إحنا هنعملها هنأهل الكوادر اللي تبتدت تضرب ذوي الإعاقة وبعدين هنشغل هنضرب الأول تمام طب خلينا نقول دلوقتي إن من خلال تطبيق فكرة حضرتك أول كتاب نقدر نشوف ذوي الإعاقة بيشتغلوا بعد قد إيه هو إحنا عندنا في المملكة العربية السعودية في المكان اللي أنا أشوف اللي أنا أكون جزء منه يعني وزارة الشيئون الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد بتدي 18 شهر للابن المعاقل فيه برنامجين طبعا صندوق تنمية الموارد برنامج منتهي بالتدريب وفيه برنامج منتهي بالمهارة ومنتهي بالتوظيف وفيه توصيف مباشر بس ده طبعا من ده المفهوم السائد دلوقتي اللي احنا نجيب المعاقل نديله مرتب عشان يغطر الكافر الخمسة في المية وبعد كده نقول له إيه خد راتب ووقت في البيت احنا المفهوم ده احنا بنرفضه دلوقتي لأن احنا عاوزين الأولاد دول يعيشوا حياتهم بشكل أمثل ويعيشوا حياتهم زي ما هم عاوزين يعيشوها بشكل زي ما احنا عاوزين عايزين هنا نسأل سؤال يمكن مصر اطلقت على ذوي الاعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا الامارات اطلقت ذوي الهمم او ذوي الهمم والمصطلح اللي استطلح عليه العلماء هو ذوي الاعاقة شايف ان من خلال تعاملك مع المجال ده شايف ان المعاق نفسه بيحس بنوع من انواع التنمر او الاهانة لما يطلق عليه كده هو غالبا يا فندم المعاق احنا عندنا بنقابل مشكلة كبيرة جدا طول ما المعاق تحت 12 سنة في دايما قلب الأب والأم سخنين عليه بياخدوا بالهم منه المشكلة التانية بعد 12 سنة بيبقى الأب والأب ده مشاكل بنقابلها بالتدريب الأب والأم وصلين لقلبهم برد بقى الوضع كده الولد بيصاب أساسا مش بالتنمر بس لا هو بيكره المجتمع بتاعه بيكره أخواته بيكره الأسرة بتاعته بيكره وضعه لأنه هو حاسس له أكمل مهمة ومن هنا ييجي بقى دور المبادرة ان احنا نحسسه ان فيه ليه دور بالفعل في المجتمع في المبادرة ده فندم انا عامل دراسة مقارنة ما بيننا هنا في الجمهور المصر العربية والمملكة العربية السعودية علاقوا على كده كمان جايب جامعة في انجلترا اسمها جامعة راس كميل صاحبها الدكتور جوردون أنجوس شرفت اللي انا اشتغلت معاه شوية في المملكة هو جاء بدلنا ورش عمل هناك اوكي يا فندم ان المعاق طاق صدقني لان احنا بنوصل معاه لمسافات هو على فكرة انا لما اخليه انصر من عناصر خط الانتاج مش فهم يعني نسبة مشاركته في المنتج نسبة من 30 ل 60% عب لا طبع حرام لا طبع لا يا فندم احنا ممكن المعاقبة نستفيد بي بشكل فعلي يعني لو اخد مثلا الكتاب ده من هنا مثلا يعني وده هنا اش عمل دور في خط الانتاج صحيح اهم حاجة في الموضوع اللي احنا نهيئة البيئة نعمل ورش بيئية محمية من خلال التعاون وبروتوكول العمل سواء مع الوزارة او مع المصانع اللي هتتولى مفهوم المغادرة دي ويمكن انا تبعت طبعا نيكلوس وهو كان سفير الانسانية اللي كان معاق وكان فقد دراعه فقد رجله وقدر انه هو يحقق حاجات احنا كأسوياء ما قدرناش ان احنا نحقق بص يا فندم احنا لازم نعترف بحاجة احنا على مستوى الوطن العربي بس المفهوم ده تغير شوية في كم سنة اللي فاته دائما المعاقبة بنخليه نقول كم المهمة مثلا او نخليه يقعد في البركة بتاعنا الشيء بتاعنا لكن الفترة فيه ثورة دلوقتي من خلال التعديل السلوكي بالعمل في العالم كله اتمنى ان مصر بلدي طحية مصر اللي احنا تحت لواء سيادة رئيس الجمهورية والشرفاء من الدولة اللي مؤمنين برسالة الناس دي اللي احنا نعمل الرسالة دي لانه مصر بلد قوية وبلد كويسة طب استوى صحيح خلينا نقول بقى ايه الخطوات الفعلية اللي ابتديت تشتغل عليها علشان تنقل المبادرة وتبطيط طبقها في مصر والله يا فندم انا بداية بعد المناهج والبرامج والحقائق التربية للأخصائيين ان شاء الله اتنين قلت انبارح في حزب الغد واللي انا شرفت بامانة لجنة الاعاقة من خلاله وفي نفس الوقت بتوصل دلوقتي مع اقول الامر في الدولة اللي هتساعدني لان المبادرة دي اتمش قايمة على خلال صديق او قايمة على سين او صد لا احنا لازم يكون لنقاعد اعلام له دور لازم يورد انا على فكرة فيه مثال انا عواز اوضحه لحضراتكم فيه عندنا واحد من منصورة هو مقعد عنده اعقعة في رجلين ومن احسن الناس اللي بتشتغل في سيانة ابواب السيارات هتستغرب بس انا ممكن اجيب لحرارة فيديو بكده تاني حاجة ان شاء الله انا دلوقتي بدأت اتواصل مع الجهات الرسمية في مصر هنا وفي حيث الوزارة اللي احنا نفعل دور المبادرة دي بعد كده انا بفكر ان شاء الله في الفترة اللي جايك برده اجيب مستثمرين من وطن التاني المملكة الرابعة السعودية والدول العربية اللي هتحط لنا حتى البنية الاساسية اللي احنا ممكن نقدم بها بلادنا مصر واحنا احنا بنقول ان احنا بندعم حضرتك وبندعم فكرة المبادرة وبنناشط كل المسئولين اللي بتشوفنا وكل الاسر المصرية انها تدعم معنا مثل هذا النموذج استاذ خالد صديق انا بشكرك شكرا جزيلا وبنعتذر لدي الوقت كان نفسنا يبقى فيه مساحة وقته اكتر ان احنا نناقش ده لكن ان شاء الله هتعوض فيه سلسلة لقاءات قادمة خلينا نوح على ان كل الفيديوهات وكل الفعاليات حضرتك هتقوم بها احنا على استعداد تام بان احنا نقولها خطوة بخطوة بإذنك تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر خلينا اشكرك مرة تانية واجه الشكر لأستاذ طارق انوار رئيس اكاديمية تمصال اللي دايما على تواصل معنا وبيحاول بقدر الامكان هو يرسل لنا كل النماذج الفعالة فبشكرك شكرا العفو يا خدر العفو اعزائي المشاهدين ده كان النموذج اللي معانا النهاردة لو انت شايف نفسك كادر فعال قدر ان هو يحدث اي تأثير في المجتمع او شايف ان انت عندك لما ساعت ممكن تضيفها للمجتمع ومش قادر توصل صوتك احنا هنكون صوتك بإذن الله وان شاء الله خلال الحلقة اللي جايكم معانا كادر من الكوادر الفاعلة اعزائي المشاهدين دي كانت الرسائل اللي وجهناها خلال حلقة النهاردة ضمتم في امان الله تحياتي عبد الرحمن سلم